صباح الخير صباح النور وحلقة جديدة من برنامج دردشة سريعة ساعدين بكم في الحلقة الجديدة من حلقاتنا وإن شاء الله رب يكون فيه مواضيع تهمكم وتستفادوا مننا إن شاء الله بإذن الله صباح الخير صباح النور حلقة متجددة من برنامج دردشة سريعة وزي ما عودناكم أن كل حلقة تبقى مختلفة عن اللي قبلها ضيف جديد بموضوع جديد برحب بالضيوفي النهاردة الأستاذ ناصر محمد عبد الجواب كبير معلمين اللغة الفرنسية نورني أهلا محضرتك الأستاذ ياسر المهدي مدير العلاقات العامة بديوان عام محافظة الغربية السابق ورئيس مجلس إدارة جماعية المجلس الوطني بالغربية أهلا محضرتك أستاذي الفاضل العظيم الأستاذ أحمد سلام كبير معلمين الفلسفة وعلم النفس أهلا محضرتك وبراك كده يبقى فيه عنصرية أعتاد بقى تلصة بيه تاية نازم نازم أستاذي على الوفاء منورني كلهم منورني الحلقة اللي فاتت كان معنا الطالبة نادا نادا حامد الأولى على مستوى الجمهورية في السنو الأزهري كانت في محادثة معنا وكانت معنا على الهوى وكانت تكلمت شوية حاجات طلبات لها طلبات المحافظة يكرمها فنشوف هي قالت إيه ونرجع لكم تاني موسيقى ما شاء الله الله هو أكبر كاما كاما الله هو أكبر عليك 17 مدد 17 مدد السنو الأعمى بتبقى كام مدد الفرق بينهم سبعة مواد انتم 17 مدد عام أنا بقولي كيانا سنو الأعمى سبعة طب ينسي نفسك تب وإلا هندسة أم سنو الأعمى سبعة طب 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 أبو سي أنا هقولك أنا لها في كل حاجة طب أنا عايزة عرف من يوم النتيجة ما ظهرت لحد النهاردة إيه اللي حصل لك تكريمات مين كلمك بريك لك في أي منحة من أي جامعة والله هو الغاية دلوقتي ما فيش أي تكريم أو أي منحة أنا ما طلقتش أخبار عن أي حاجة بخصوص الحاجات دي حتى كانوا ننزلين على الفيسو كده إن في تكريم يوم اللي أربع أنا نفسي ما عرفش حاجة عنه ما طلقتش اتصال ولا أي حاجة بس هو لا بس السيد المحافظ إن شاء الله بإذن الله كنت قعد من مدينة مكتبه وقالت يبقى في التكريم ديكو التلاتة أو اللي أربع وهو كان المفروض بصراحة إنه هو كان يعمل دخلة معنا النهاردة بس هو اللي عنده أربع وزراء في الزيارة الغربية فأنا بصراحة أنا أشفقت عليه بس هو وعد إنه هو إن شاء الله بإذن الله هيبقى ليكو استضافة وهيكرمكم إن شاء الله أنا عارف إن إنتي نزلت بصد على صفحة كبيرة في طنطة وكنت بتتمني إنه هو يكرمك وده هيحصل إن شاء الله بإذن الله لأن إنتي تستهلي فعلا إن إنتي تكرمي نموذج وممتك إيه نموذج وممتك يعني أم مثالية وإنتي شرف لمصر كلها وأزهرية وده اللي قالته نادا في الحلقة اللي فاتت إنها كانت في ساعة تكرم والحمد لله والشكر اللي هي بعد سعينا إنها تكرم هي تكرمت من المحافظ ومش هي بس هي وجميع أوائل الجمهورية ومشيخة الأزهر أنا عندي طول عمري اقتناع تام إن الإعلام هو منبر لصوت المواطن فيه سؤال لها هنشوفها مع بعض وهي بتكرم من المحافظ وإزا ما قلتها حدوكوا أنا عندي اقتناع تام إن الإعلام هو منبر لصوت المواطن هو اللي بيوسط صوت المواطن المسؤول فالحمد لله اللي إحنا قدرنا نجاحنا إن إحنا نوسط صوتها للمسؤول وننفذ الوعد وإن هي تكرم من أستاذ المحافظ أنا عاز أشكر فريق برنامج بصراحة المخرج المتميز للأستاذ وريد عمارة والأستاذ النصر الشاهد مدير الإنتاج الناس دي بصراحة بتبز المجهود معنا جبار بحيث إن إحنا نطلع في أحسن صورة قدام حضراتكم فأنا بحب أشكرهم على الهور ويا رب تكوننا دا دلوقتي بتفرج علينا ويكون مبسوطة إن الحمد لله والشكر الله تم تكرمها زي ما وعدناها وزي ما قلنا لها ونكون عند حسن زنوك وكلكم إن شاء الله بإذن الله نخش بقى في موضوع حلقتنا ويبوسي بقى تكمل ندخل بقى في موضوع حلقتنا وأول سؤال بما إننا دخلين على سنة دراسية جديدة عايزة نصيحة للطلاب بسم الله الرحمن الرحيم لازم الطالب اللي داخل على مرحلة جديدة يعني من الإعداد لسنوي أو من سنوي للجامعة لازم يكون مهيئ نفسه لهذه السنة الجديدة ولو داخل على سنوية عامة ولازم تبدأ من الأول كل ما تذاكر من الأول هتبدأ تجمع في الآخر لأن لو أجلت المذاكرة للآخر هيترقم عليك جزء كبير جدا من المنهج مش هدرت السوعب أول باول هتستريح والنتيجة هتبقى جميلة جدا هي منعطف في الحياة أكيد موحلات السنوية عامة هي منعطف في الحياة هي شبح البيت المصري أصلا طبعا عجبتني الجمل أنت قلتها في الحلقة اللي فاتناها شبح البيت المصري فعلا هي ما فيش بيت مصري بيبقى فيه سنوية عامة غير لما بيبقى عنده رغبة أكيد والمشكلة عندنا في السنة الجديدة النظام الجديد النظام التابلت أسئلة مش من منهج الطالب هيعمل إيه هي دي المشكلة اللي حتقى بنا ولازم الطالب يتدرب عليها ولازم يبقى فيه مدرسة أنا أولاً عايزة نكون متفاقين أننا حالياً في دايرة مغلقة أكيد الدارة دي بتشمل الطالب المدرس ولي الأمر نفسي في الحلقة دي إن احنا نطلع من باب الآمن نخرج من الدارة دي بمعنى لما دروسة خصية اتقفلت والسنتر اتقفل والسناتر اتقفلت ده في مصلحة الطالب ولا مش في مصلحة الطالب وهل في مصلحة برضو المدرس ولا مش في مصلحة المدرس أنا هتكلم بصراحة هو مصلحة بالصراحة أنا بقول حالك تاني خلينا نمتفكين أننا نحن في دايرة طبعاً مغلقة بنلف حاولين بعض صديق ياسر طبعاً عايزين باب آمن نخرج منه بحيث إن الطالب ما يبقاش عليه كل الجهد وليه الأمر يبق عليه كل الجهد وفي نفس الوقت المدرس مش عايزين نبخس حقه لإن أساس أي دولة أساس أي دولة بتقاوم دايماً على التعليم والصحة في مقولة هي خطأة بس أنا هاخد منها التبجيل مش أكتر يعني من علمي حرفاً صرت ألعى عبدنا هي مقولة خطأة أنا مش مقتنع بيها تماماً يعني بس أنا هاخد منها التبجيل للمدرس هو العبد هو يقصد فيها التبجيل مش عبد العبد هي مقولة عماتاً أنا مش مقتنع بيها بس أنا هاخد منها التبجيل ده دليل إن المدرس ليه دور جامد دور قوي جداً في الحياة وليه دور في الدولة وأي دولة ناجحة أساسياتها أنها بتقام على رقم واحد التعليم تاني واحد تاني حاجة الصحة فها بيتكلمة في التعليم هكلمك على حاجة تماما فضلك من عشر خمستاشر سنة الدروس موجودة من زمان بس كان في مدرسة كان الطالب بياخد درس ويجي لمدرسة يقعد ويسمع ويسأل ويراجع مع مدرس الحاسة واسأل سؤال تاني لماذا ظهرت الدروس الخصوصية لا أنت بتسأل أساني سؤال بوسي كده لأنه هي أصلا سؤال بوسي عشان أقول لماذا ظهرت العيادات الطبية لماذا ظهرت المكاتب الهندسية ظهروا ليه عشان تحسين الدخل ورفها مستوى المعيشة المدرس يقدر يعيش بمرتبه المدرس مرتبه كم في 2000 وفي 1000 ونص الكبير قوي 4000 اللي هو مدرسة ده مدير المدرسة حتى الواربعة تلاف حتى الواربعة تلاف سبعمائين ماشي عشان أستاذ ناصر طالع مع عش حتى الواربعة تلاف وسبعمائين ما يكفيش حاليا يبقى أنا دلوقتي اللي احنا بنسأل نفسنا الدروس ظهرت لسبب طيب هل الدروس لاغت المدرسة؟ المدرسة السبب تمام ما بيعرفش يشرحها طب ودي حقيقة؟ طب ده مش حقيقة طب أنا علشان أرجع السقة للمدرس ده تاني أعمل إيه؟ لازم الطالب يحضر المدرسة طيب أنا لازم أشتغل على ولي الأمر الأول إيه المانع إن أنا أخلي ولي الأمر يحضر يوم دراسي في المدرسة مع ابنه؟ ويشوف هل المدرس ده بيشتغل في المدرسة ولا لأ؟ يعني في واقعة أنا هحكيها حصلت قدامي لأنني كنت مشرف في اليوم ده جاء لي أمر بيقول وتهجم على مدير المدرسة بيقول له أنا بنتي بتقول إن هي ما بتفهمش مدرسين بتوى المدرسة قال له طب حضرتك جيت فجأة أنا هاخدك وهطلع بيك على الفصل بنتك حضرة قال له أه حضرة طلعنا وخدنا الولي الأمر ده وطلعنا على الفصل لقينا المدرس مستخدم الصبورة زكية اللي هي صبورات الجدالي جات في المدرسة عارض كان مدرس عربي عارض النص اللي بيشتغل عليه محضر وبيسأل الطلبة والطلبة بتجاوب ده خلنا الفصل قال له فين بنتك قال له قعدة هناك هاي قال لها الأستاذ بيعمل ايه؟ دي وقع حقيقية حصلت وقع حقيقية حصلت واخدها لحضرتك وقال له سأل طلب بالأستاذ قال له اسأل بنتي شوفها هفهمة اللي حضرتك بتقوله ولا لا سألوا البنتي جاوبت قال لها انت بتجذب علي في البيت ليه؟ انت معاديش غيب ما هشهد غيبي ولا يوم بعد كده فانا بوجه دعوة من هنا لولي الأمر مش للطالب انه هو يشجع ابنه على الحضور وعشان يزبط عكس الكلام والشائعات اللي بتتقال دلوقتي انه هو يحضر يوم مع ابنه في المدرسة هيتابع عن قرب هل المدرس ده شغال؟ هل المدرس ده متمكن من مدته ولا لا؟ بس ده عندك مشكلة هنا فنلم اللي هي؟ انت قوة كسفتة فصل كام طالب؟ احنا عدينا كسفة الفصل بتوصل 45 45 في المجموعات بره الخارجية 150 بتوصل 150 بقارن انا مش حكايت بقارن يعني اكيد اللي بره في المجموعات دي بعنده امكانيات متوفرة امكانيات المجموعات هل ده حقيقة؟ الامكانيات دلوقتي في المدرسة حضرتك في صبورة زكية متصلة بالنتي يعني ممكن لو درس عايز اجيبه انا بتكلم في ايه انا بتكلم ان انا عايز اودي طالب المدرسة تمام عايزه يحضر في المدرسة هبدأ ابواليه الامر بس هل فيه هل الكسافة انا اسمعت ان الكسافة ممكن توصل الستين وبعض المدرس وبعض المدرس وبعض المدرس يعني غير مهيئة ولا الامكانيات انا ممكن بس ان انقل الحوار لنقطة مهمة اوية انت النهارة طالب السماع العامل عندك هو طالب زكي جدا وانا شاف ان عقليته اكبر جدا من سنه في الفترة دي تمام نتيجة للنت ونتيجة للتواصل الاجتماع ونتيجة للحياة اصر وعيشة دلوقتي غير زمان هو مالك بسرعة الحياة تمام تكنولوجيا او اللي لو سنة تغلت على عقليته الطالب ده تمام وفهمت بعض المقاييسة معينة اعتقد ان ممكن يرجع المدرسة وممكن التفاعل يعني انا هرجع بس لحركة سألته زحمة سؤالت دلوقتي قلت له ايه نصحتك للطالب انا بقوله حاجة مهمة جدا زيما سؤالت ان دي نقطة فاصلة في حياة اي طالب لازم يعرف كده اه 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 دي نقطة اه ايه اللي بتحدد هوية الطالب ولازم يعرف ان المستقبله كله كله مرتبط وتوقف على الفترة دي ليه بقى النهار ده ممكن حركة تجيب مجموعة كبير وفي ناس بقوله المجموعة ده بتاع ربنا مش بالمذاكرة بس يعني احنا هنطغض عندي شوية ونقول المجموعة بتاعك ده حدد لك مصار حياتك بالكامل ايه الفرق بين الطالب يخش معهد او يخش حاجات بسطية جدا جدا ويلاقي حياته كلها ماشية في المصار ده والطالب يخش كله تهندسة او كله الطب او كله تهران او كليات القمة زي ما بيقولهم ويلاقي مصار حياته في اتجاه تاني ما هي السنة دي فانا بقول للطالب انت اتعب اتعب شوية جاهد شوية الفترة دي ابزل كل المجوزة دار عليه في الفترة دي وتأكد ان انت حياتك كلها متوقفة على السنة دي اه طبعا انا اخد من كلام الست دي انا معلش في مثال حلو قوي لكلام ده طالبك جابت 98% ادبي دخلت ايه سياسة واقتصاد انجليزي بعد اسبوع جات قالت لي يا مستر انا مش مستريحنا بقول لها ازاي قالت لي مش مستريح بتقول لها تبعاوز اتحولي ايه قالت احول حقوق حقوق ميول ايه اللي حصل امتياز كل دفع هي دكتورة الان اه مشاول الله هي دكتورة الان ميول فعلا مش شارك اخش طيب مش شارك اخش هندهز انا انا هتفوق في ايه ايوه انا حبه هبدع فيه ايوه بس ابز المجهود عشان اوصل لانا حبه اه طبعا دي المهم لان في ناس في الفترة دي بتلاقي متجه اتجاه تاني ممكن سوشيال ميديا بقى وكده وبيسيب حاجات دي وممكن ميروحش المدرسة ازي انا وصناصر قال ممكن ميروحش ممكن يقول لوالده حتى دروس من كل وقت اراح الدرس برضو انا ميروحش الدرس انا مارد ماردش عالي في النوقت هل عدم الدروس الخصوصية وقفل السانيتر ده جيت مصلحة الطالب ولا لأ انا اقول لك طبعا غلط غلط برايفة اسعاره غالية جدا مجموعته في البيت يعني الطالب انضر طبعا وليه امر انضر طبعا اقوم ناسبة الاسعار بقى يعني هي قبل كده ما كانتش الناس بتشتكي من اسعار الدروس اصلا لا اسعار الدروس بتتفاوت من مدرس الى مدرس ايوه استاذ احمد بس احنا كان عندنا مشكلة فترة ان اولياء الامور دايما كانت بتهاجم الدروس الخصوصية او المجموعات انا اسفة سوري في اللبس اللي جشع المؤلمين بتوع السنوال انت تعرف مين اللي بيجري ورا المدرس وليه الامر وليه الامر وليه الامر وليه الامر انا اقول لك حاجة اول ما نبدأ الدروس ان اقول ايه انا هعمل مجموعة عشرين ييجي وليه الامر عشان خطر معلش خد التاني التالت توصل للمجموعة خمسين وستين وسبعين معنا التصالب بعد ايضا اهلو 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 عرفنا بحضرتك يا فاندم انا عبدالله مبحير اهلا بيك اتفضل اهلا بحضرتك يا فاندم اتفضل والله الموضوع اللي حضرتك طرحته يعني موضوع مهم جدا وبيشغلنا كلنا كاولية امور يعني تمام اهلا بيك يا فاندم اهلا بيك ويعني كنت نفسك واحدة بس الاول موضوع الدروس الخصية تمام اهلا يعني اللابد منها بدلوقت الحاضر يعني اولا اللي عدد كبير في الفاصل في المدرسة معليش برضو المعلم برضو المعلم خلينا وقعيني يعني برضو يعني معليش يعني ايه مرتب المعلم اللي بياخده زي ما حضرتك بكتبتول دلوقتي يعني يعني ايه المرتب المعلم دلوقتي قديه ده اذا واحد بقى له 36 سنة ولا 30 سنة شوف بيه البداكام في الاخر انت من هنا فاندي نعم البحيرة تمام يعني السادة المدرسين المحترمين مع حضرتك. انا انا بقول لها انا ولي عمر اهو. انا بادري وراء المدرس علشان اهدي له. حضرك بتشتغل ايا فندم. نعم. حضرك بتشتغل اياه? مدرس. انا انا شغل في الاعلام. شغل ايا يا فندم? في الاعلام. اه. اهلا بك يا فندم. اهلا بك اهلا بك. اهلا بك. فضل تكمل يا فندم تكمل. في يعني انا 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 مش مع القرار خالص اه وقف الدروس الخصوصية خلص نهاية. علشان العدد كتير او في المدرسة وابني في فصل مثلا ستين ايه. في فصل ميت واحد مثلا. نتكلم على المدارس العامة. انت عندك اولاد? عندي اولادين. بتديهم دروس? والله بديهم دروس. حاليا برايفت ولا بيروح مجموعة? دلوقتي ما هو وقفة دلوقتي. لحد ما نشوف لها حوادينهم برايفت. والبرايفت اغلى. اه. البرايفت اغلى. دين نقطة لها بنتكلم فيها يا فندم. مين الوطة لها اخت lecture. هيبقى علي جامد اوي اوي اوي. مش انا واحدة بقى يعني اكثر يعني ايشوف الناد بقى اللي عندهم بقى ولدين تلاته لاربعة اخيرen حيحصلين. ا invit Mi Item amigo تمام? والمعلم معلش المعلم ده حاجة قيمة جامده اوي اوي. Oh طبعا. اه طبعا. اه يجبر بنقاش. يعني مين اللي علم حضراتك مين اللي علمني مين اللي علم الوزير مين the عالlateب من العلم الدنيا كلها يا فندم حقيقا. waited. معلم فلابد يقترب اكثر من كده نجد معلش يعني ان لا تروح نقبض عليها عشان اه عشان بيدي ودروس نقنل دروس مثلل نقننها ما فيش مشكلة هلأتكلم في النقطة دي افندم معن Ganze هلأتكلم في النقطة دي خليت تبقنا و و wrists الدوله لي حقها يعني ال 2006 حقها ان هي تقننها دي مش مشكلة خروج هلأتكلم في النقطة دي هنتكلم في النقطة دي يا فندم ممكن التوضيح بسها السحنان اترضى؟ في بس مشكلة الدروس الخصوية دي معادلة صعبة شوية مهارة أنا بتكلم في نقطة إيه هي النقطة؟ مع اخترام يعني لا تقننها يتجرمها يتجرمها طب أنا عندي برضو نقطة مدهمة مراكز الدروس الخصوية دي تعتبر أهانة للمدهم أهانة؟ طبعا أنا شايفة أهانة بس أنا بتكلم في نقطة يعني مثلا حضرك تهدي الدروس يا سلامة؟ أكيد بتدفع درائب؟ أكيد بتدفع الدرائب؟ تدفع درائب خاصة بالدروس اه ومبلغ كبير كمان ومبلغ كبير طب أنا بسأل سؤال هنا هي ليه ما تتقننش؟ يعني أنا توضع فيها حل لا تتقنن لا تجرم إنما إن هي أخد اللي أنا عايزه بس وبعد كده الباقي لأ مش بتاعي فأنا مش بالنقطة دي صح؟ صح كلمها صح بس أنا ههاجم السزاحة شوية عارف أنا بشبهها بإيه؟ بمشكلة التوك توك سيبت التوك توك لما انتشر ومش عارف تلغيه دلوقت الدروس الخصوصية مش عارف تلغيه ومتقدرش تلغيه ومش هتتلغي هتنقلب إلى درائب إزا ما إحنا بنقول طيب الطلبة هتستغنى عن الدروس إحنا تربينا على كده لكن النظام تعليم اللي إحنا بنعمله كويس جداً بس مش هينفع مع الطلبة الكبار ابدأ من الأول مش واخدين عليه مش واخدين عليه إحنا تعاوذنا حد يشغلنا في مشكلة كبيرة يا جماعة حد يشغلنا إن الطالف أن في مدارس فعلاً بيبقى الفاصل فيها سبعين أنا مش عارف حدك جيبت رقم خبس وربعين ده مليا أنا من واقع أن أدرسة اللي أنا في لا لا في سبعين أنا بكلم لك أن في مدارس طالب أنا كم في مية كم سائف أول ومية أنا مين بقى أنهي ومدرر السوبرمان هقولك سواني بس أنهي ومدرر السوبرمان هايقدر يوصل المعلومة لإقليمية طالب أو صبعين طالب حديم علش حرك لمطلب مراكعة وفي قدامك مية طالب أنا عزو أخذها على حاجة هايقدر يوصلها بردو بردو إن الطالب اهتمامه بالسنتر غير اهتمامه بالمدرسة الطالب خلاص خد إن المدرسة بقت حاجة فاني لأ إحنا بس لازم دي مش كيلة فينا بردو لازم نرجع لنا في سؤال مهمة أسأله حضرت النقابة النقابة المعلمين الموارد المالية بتاعتها قوية لأ إنت عايزنا ندخل في موضوع النقابة موضوع كبير كده أولا هاولا 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 هيا لو محتاجة صندوق زي صندوق أصباله التعريب لأ أستنع بتكلم في نقطة ايه النقابة النقابة العامة طبعا لو في موارد مادية كويسة ليه ما تنشأش مدارس ما مش كل حاجة مثلا على الدولة طبعا مين ألو عيوة سمع عليكم عليكم ستركاته سنة راجب من أوريد الشاشة والله الله يحفظ حضرتك سيدة راجب متجيزة متجيزة إن شاء الله أهلا بيك أفان Harmon اتفضل والله حضرتك النصر المعBen بيتكلم في صلب الموضوع حقيقي الحمدلله والله العظيم الحياة الprot spl with 누가 دعوا على فكر وموضوع الدروس الخصصية لفقبال حضرتك أنا انا والله شيخيال مدرس والله العظيم كرهت الدروس الخصصية وكريهت المدرسين وكاريت التربية والتعليم كلها. ما احنا بدي نتكلم عشان خاطر حاجة زي كده. احنا حاسين بيوكو على فكرة. بس فيه برضو رؤية احنا لازم نحس بالطالب يا فندي. انا عايز من موضوع دروس خصوصية. انا معايا اتنين في سنة واتنين في اعداد واربعة في اتداف. وخبال حضرتك. يعني عشان انا اديهم دروس خصوصية عايز لي الفان جناب في الشهر. انا باخد كامب امدرس انا باخد كامب. وخبال حضرتك. فدلوقتي يعني انا 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 دي اسبوع عايز اا 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 اتكلم حد حضرتك على الشاشة. على انه يخاطر وزي يخاطر معلاش وزير السربية والتعليم يقول له موضوع الدروس الخصوصية ده اصبح خراب بيوت او اوصح من كورونا. والله العظيم يا اا على فكرة الدروس وخصوصية عندنا شغالة اينا شغالة ولا حد هم حد ولا هم كورونا ولا هم اي حاجة. تمام يا فندي. تمام تمام. ساعدنا بيك يا فندي. اتحط اقول قل. بص حضرتك. بس انا لازم ارجع. اترجع بس اقول بس انا لازم اقول عشان هي كوازيا احمد شوية. بص حضرتك بقى. هي موضوع دروس خصوية ده ازمة كبيرة جدا. تمام. انا فترباءة تعليم. بس انا مليش في موضوع دروس خالب. تمام. بص احمد فترباءة تعليم واساس كبير جدا جدا في دروس خصوية. واسمه قامة كبيرة انا باحترمه. تمام. لكن هل انا كواليه امر لما باتفع. رجلة بيش عاش في ده راجل كويس جدا ده ده ممتاز في نت بيتكاعه ستة وتامن وعاشة تلاف جنيه في الشهر دروس خصية مين البيت النهار ده يستحمل كم المصاريف ده دروس خصية فقط غير ما اكله ومسكنه ومعيشته ومصاريف اولاده تكون ده صعب جدا انا بسأل بس سؤال لاي مدرس بيدروس انت دخلك سوري يعني دخلك مية متين تلتمية ده اقل حد انا اسف يعني مش عافزك انت صح والغلب مية متين تلتمية في الشهر الف معاك عربية معاك عربية هترجع لوحدك صداي تمام؟ لو ده دخلك ايه يعني مثلا بتدي الحصة سي مثلا بميه جنيه بكم يا عوز احمد النهار ده فقدرس او اللي فالال مية وميةين مية وميةين هل انت لو انت رعيتني كؤولية امر وخلتها بثلاتين اواربعين ودخلك نزل بدل مية متين تلتمية الف جنيه في الشهر بقى ثلاتين اواربعين والكامسين انا شايف ان هو امر مجدي بالنسبة لك كداخل شهري لكن جاهز ما كان فيش مصارفك أنت عودت عليها بالكمدة أنا معي كل واحد بيقيم حياته بداخله لكن أتفضل لو интерес aric9 إن مش عادنا كامل دعا حكمل معك أمام أمام الخير بساة الخير يا فندم بساة النور عرفنا بحضرتك كاي الحضرتك أنا في الانتظار هو مع حضرتك يا فندم يلتطه لي يا فندم في الانتظار مع حضرتك آه أهلا بيك يا فندم cart عرفنا بحضرتك يا فندم اكرامي السوقي بقى حضرتك أفضل منين يا فضل؟ أستاذ إكرامي إزاي حضرتك؟ ملا جميل أهبارك عامل إيه يا أستاذ أبوسي؟ مكلمتك منوراني يا فندم تشرف ليه طبعا اتفضل يا أستاذ إكرامي عندك مشكلة في السنوية العامة ولا إيه؟ أهو والله إحنا لسه مكرمين أوهي للسنوية العامة لا والله نفيش أي مشكلة على العجيب بس نشوف موضوع الدروس لك الصيحة نتواصل مع البرغامج ولا في أي مشكلة لا يا فندم تفضل اتفضل يا أستاذ إكرامي بس يعني طيب أمورني أمورني معاك يعني بسرعة بس عشان وقت البرنامج بس مشكلة ما فيش أي مشكلة مش عايزنا تقول عادي ما فيش أي مشكلة تفضل يا فندم تفضل بس يعني إيه بالاختصار تمام تفضل يا فندم معايا يا فندم معاك يا فندم تفضل طيب وموضوع الدروس الخاصية ده ما نقدرش نحد منه خالق بمعنى بمعنى إنها هنمنع موضوع الدروس الخصوصية ده خالق تمام تمام يا فندم سمعك آه إنها هنمنع موضوع الدروس الخصوصية ده بحيث الرقابة مثلا يبقى لها دور في الموضوع ده وأي حد من وزارة التعليم يكون له دخل في الموضوع ده إن هو يطلع مثلا يتكلم عن الموضوع ده بحد ذاته صعب يا فندم صعب ليه صعب لي بأكتك أنا مليش أي مصلحة أنا مليش أي مصلحة نهائيا أنا عندي أولاد أنا مليش أي مصلحة هقولك ليه صعب خلينا وقعين وصراحين يا فندم خلينا وقعين وصراحين التفضل الطالب دلوقتي ما بيستفدش في المدرسة وأنا باتكلم مع ليش يا جماعة أنا بأ أدت أقبت بياخد المدرسة حاجة سماء حاجة فاني بيروح مجرد أن هو بيقابل صحابه بيقابل طلابه بيروح فاني إنما في الدرس بيلتزم بيروح في الدرس وخصوص بها السنوال عامة إحنا معروفين أول ما نبقى في الثاني بس هنا في المشكلة برضو إن وليل الأمر بيتظلم الأسعار بقت كتير وعدين لما السنترات قفلت بقى المدرس بيروح البيت برايفت فبياخد مبلغ مضاعف لما هولي الأمر هنا بيتظلم فإحنا بنتكلم وفي نفس الوقت معليش مع احترام يعني أنا لما منع الدروس الخصوصية المدرس هيعيش إزاي ما تحاولش اقنعني إن فيه ألفين جنيه هيعيشوك يا جماعة المدرس ده كيمة وقامة ده اللي بيخرج أجيال ده حاجة إحنا ما ننفعش إن إحنا ده إحنا نفروض نكرمه المدرس ده بيخرج كل التخصوصات الموجودة في الناس خرج من يده الدكتور اللي بيعجك خرج من يده الضابط اللي بيجيب لك حقك خرج من يده من تحت يده المدرس فهو ده شيء ما فيهاش في صال بس إمتى تتمنع الدروس الخصوصية وياريت تتمنع لو المدرس فعلا بياخد حقه يقدر يعيش عيشة كريمة بمرتبر شكرا لحضر لك يا فاندي مساعدنا بيدي كاميروزي ياسر كاميروزي ياسر كاميروزي ياسر مصحر ده هيا لازم بقى فيه آليات عفكرة والله العظيم انا بتكلم بما يرد الله وانا والله معاك بس انا بتكلم بوجهة نظر وليه الامر لا انت بتتكلم صح مو انا وليه الامر وحضرك وليه الامر جميل احنا الاسعار المفروض برضو تكون فيها بس انا عزو الله عدد على حاجة في مشكلة هي بتواجههم يعني بوسي لما اتكلمت قالت ان ما بيهاجموا السنتر عيب جدا برضو لا الاهانة احنا يعني رفضنها عيب بس ازرحبات احنا في يوم الايام كنا منشوف المدرج بتاعنا تب انا بطع ضعيف لي يعني انا عايزة بالدفع اكمل لحليك بس قط في يوم الايام كنا منشوف مدرج بتاعنا لا اما كنا نروح نسالي معنا احنا مصدين اوي وفرحين اوي لا اما لو هو شخصيك اخرى اوي كنا بنستخبه منه انا في يوم الايام كنت بخبي فرص بزحتي ورا عشان ما حاد شوفني باها باخد دروس لان انا كنت حاسنا ضعيف لما ااخد دروس النهاردة بقى اولاد ناس اللي بياهوا دروس ما بياخدش دروس دا فاصبع عندنا معتقدات مورثات اليوم اندول بقت مش كويسة بس انا عايز اوصل لونتها الاول بعد ذلك انا عندي معلومة ان الدكتور طرق رحم محافظة غربية واساس ناصر ووكيل وزارة عاملين مجموعات تقوية وبيتجه المجموعات تقوية دي وفي اتجاه انه هو ان شاء الله يعني هو اتجاه بس يا رب يمشي انهم يلغم الدروس الخصية انا بقول لحارتك مش بدبس بمجموعات نقطة مع بعض زي ايه اول نقطة موضوع المجموعات تقوية دي لو انت وفرت للطالب مكان كويس ومحترم ومكيف زي مثلا من السنات اللي بيروحوها على درجة من الادمية للطالب ان يدخل ويقعد في مكان كويس ووفرت له مدرس كويس وانا بقول لحارتك 99% من مدرسين شاطرين جدا ومميزين جدا ويقدر يوصل معلومة باحسن الطرف لا ده انا فيه معلومة عرفتها رهيبة جدا فضل مثلا ان 5% من المدرسين معينين 55% مش معينين 55% اللي بيدروس خصية ايه بس زحمد قال لي معلومة انا استغربتها من اشهر المدرسين اللي موجودين في الغربية مش معينين لا اتنى دبلوم دبلوم سياحة الفنادق ايه ايه لا فيه فيه مدارس 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 تجريبيات تغالبيات لا 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 ليه اخد مدارس الكويسة طب انا كنت في مدرسة خاصة ايه المكيف في المدرسة اللي هي المعامل اللي فيها الكمبيوتر استخدمها يا فندم دلوقتي ما عادش استخدام الكمبيوتر لان المدارس كلها السنوية على مستوى الجمهورية بقى فيها الشاشات الالكترونية اللي هي الشاشة الذكية اصبح مش محتاج الكمبيوتر فدلوقتي الشاشة بعرض عليها داتا موجود فيه هبعدك صور لمعامل شكلاك استخدمه يا فندم هنعمل المعامل فصول طب ما هيبقى فاصله واحد او فاصله احنا لازم عشان نعمل خطة لازم نبقى بالمرونة ان احنا ننجحها انا لازم ننجحها والله يعني ضروري انها تنجح علشان التعليم مظبوط المفروض المدارسة الخاصة زي المدارسة الحكومية تبقى كلها مجهزة ومؤهلة من ان الطالب بيقضي اليوم كله فيها عشان يقعد ويستوعب طب انا عادي سألحلك السؤال احنا هنا مفرقين لو انا كالسيد محافظ يعني او السيد وكيل وزارة جاء لمدارس الخاصة وشاف الاماكن اللي عنده كويسة جدا وطلب ان يتعامل فيها مجموعة تقوية هل مدير المدرسة او صاحب المدرسة الخاصة هيرفض وليه ما انطورش المدرسة الحكومية ادبيا ما يرفض ليه ما انطورش المدرسة الحكومية اخرى انتو مشوطوش مدرسة جديدة لا مطورة هذه مدرسة خاصة والحكومية مدرسة اليابانية النقابة اصلا انتو ليه بتخمش بش عايزين اتسألوا السؤال ده انت عارف معاش النقابة للمعلم بعد ما يخرج معاش سبس عالة مئة وعشين جنيه معلم عاشهم مئة وعشين جنيه بصراحة جميع المعلمين بيقولوا ان مفيش نقابة بتمثلهم وده وناتج عن كده ظهور النقابة المستقلة ظهور كيانات كتيرة جدا موازية من قابة المعلمين سؤال واضح وصريح هل النقابة ليها موارد مالية كويسة جدا ليه هي ما بتعملش مدارس عشان خطر كسافة الطلابية هل في امكانات انا بس بس قال لي لو مفيش مثلا لا لا انت تعرف النقيب المعلمين الغربية بقالوا كم سنة نقيب خمسين سنة خمسين سنة الله يرحم خمسين سنة ايا كانت الاسباب النقابة بها بعض الاعضاء فوق السبعين سنة معظمهم لها موارد كترة جدا واحنا مسميين نفسنا معلمون بلا نقابة مفيش يعني موارد دي قادر لها تنشئ بها بدر المدرسة كذا مدرسة ايه لي بيخليوه لا انا اعسى احراك سؤال تاني انا اصلا مش هنحط كل حاجة على الدولة طبعا لازم لازم كل حاجة نحطها على الدولة هي الدولة امكانيتها كده ليه امكانيتها كده كتيره الاسف الشديد ما عملتش حاجة اسمها تحديد للنسل ما سمعتش الكلام اللي كانت الدولة بتحاول ان هو توصل لهم واطن من اواخر التامينات واوالي التسعينات عشان عارفين ان احنا يجي في يوم نوصل للمرحلة التعدل السكاني الرهيب ده انا الوقت لما واحد يخلي في خمسة ربنا هيكرمه طبعا بس لما يخلي في خمسة وواحد يخلي في اتنين بياخد حقه التالت والرابع والخامس ده بياخد من حق من الاكله طبعا من شربه من كهربته من مية من مجالاته من الهوى حتى اللي بيتنفسه فهنا مفيش عدل هنا مفيش عدل فقصرت مين وصل لحضرتك ان مفيش مدارس بالدن النهاردة دلوقت كان زماني الاول القرى احنا على فكرة يا جماعة احنا ما عندناش مشاكل خاص مع النقيب او مع رئيس النقابة العامة لو عايز يامن معانا مدخلة حاليا وتناقش معانا احنا تحت امره احنا معانا مدخلات فتحنا احنا معانا مدخلات فتحنا وبتتناقش احنا ما عندناش اي مشكلة مع اي حد احنا بنترح الاراء وبنترح ازاي نخرج الطالب او وليه الامر من الدايرة دي ففي النهاية همنا مستطع التطالب اولا واخيرا فلو عايز يخش يامن مدخلة معانا احنا تحت امرك اتفضل نقشنا بالنقاش مفتوح وتكلم باستفادة ومحدش هيغالوش عليك ومحدش هيقطع عليك وان شاء الله يمكننا هون نستطيع في حلقة تانية اي بس اه اخصاصات النقابة مش انشاء المدارس اخصاصات النقابة اخصاصات النقابة هي الخدمات العامة وخدمات المختلفة للمعلمين ابقاس احراك النقيب او النقابات او اي حد في النقابة ايه هي الخدمات اللي بتقدم للمعلمين انا هدي احراك معلومة صغرة يمكن اه انا نزلت على صفتي انا ناس من المعلمين كتير عندهم ظروف صحية سيئة جدا وانا هوصل احراك معلوميا انت ممكن تخدمني ماليا عن طريق انك تقدم لي خدمة طبية بسعر رخيص انت كده وفرتني ماليا اودتلي ماليا يعني اقول لي حراك لو انا هروح اصرف عن دكتور بره لما تقدمني الخدمة مخفضة يبقى انت وفرتلي داخل مادي في حياتي كمعلم مظبوط النهاردة مفيش اي خدمة صحية للمعلمين غير التأمين الصحي النهاردة لو احد تابع بالليل او في اي حاجة مش هلي اي مكان احنا روحنا مستشفى حكومية ومستشفى محترمة شفاء طب الرياضي في طانط عندنا وقعت من الطول اشرف انا اعرف المعاملات بتحاول تتعاقد معهم واتفقت معهم بتخفيض خمسين في المية لجميع العاملين مش المدارسين والاداريين والجميع العاملين في التربية والتعليم لقيت ناس صالت باني مبسوطين جدا طب والمعامل يقترم والمعامل كمان خمسين في المية طب وكذا خمسين في المية جنيه اللي كان بيدفع بره عند دكتور مية وخمسين او مية جنيه هيريه يدفع خمسة وثلاثين جنيه ولو عند حي او اي حاجة هتلاقي بيدفع اقل من نص القيمة بره يعني النقابة هنا مش مختصة بانشاء مدارس لا مش دورها وهي تلقابنية بس بردو انا اصلا مثلا زي صندوق الارمون فلو كان كده ممكن ينشئ صندوق خاص يعني بردو يا جماعة التعليم لا انا عندي معلومة ان الوزير او الوزارة عاملة تسهيلات لا اي حد ممكن يبني او ينشئ مدرسة بارد او انشاءات او حاجة الوزارة نفسها هي اللي بتساعد وتخلص الاولاء والترخيص بكل حاجة لانها عايزة انشاء اقبل عدم مدارس عشان تقليل الكسافة على مستوى الجمهورية كلها وانا عندي معلومة دي اكيد على صفحة الوزارة ان في تسهيلات كبيرة جدا لا اي حد ينشئ مدارس وعندنا عفقة مدارس خاصة كتيرة وفي مدارس عندنا نشئ اتباع الحكومة برضو اوز احمد كان الاول كان في مدرسة واحدة في المدينة وبتصوب فيها الكرة كلها النهاردة دلوقت بقى في كل قرية في المدرسة بدي ده جناء عليه حصل ايه ان قال انت الكلام اللي انا بقوله صح ان في مدارس بتنشئ يعني اقرب حاجة عندنا اللي هي المدرسة اللي في سبير بيت اللي بتعاملت فتحة السنة اللي فات اه كتير من حقيق اولادي ان انا عندي اتنين مثلا بياخد من حقيقهم مشكلة كبيرة برو رجال الاعمال رجال الاعمال عليهم عامل مهم نناشد رجال اعمال ان هم يبنوا مدارس النقطة اللي انت بتقوليها رجال الاعمال دي كنا منتناقش فيها ايه طبعا ايه طبعا يعني في مدرسة اه دا انا باكد ان كلامك صحي مدرسة اه اه مدرسة احمد منير عطيف العجيزي اه ببنيها ليه مش كل رجال الاعمال تعمل كده الناس المقتدرة طبعا اللي قدر يساعد 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 بس انا هااا هوضح حاجة ايه الفرق ما بين المدرسة مجمعات التقوية والدروس الخصوصية سؤال حلو قوي المدرسة بتشرح السلام عليكم مجموعات الطاقوية اذا كنت مش قادر تجيب الطالب المدرسة هتجيبه مجموعة الطاقوية وهو ايها في المدرسة تم اجيبه المدرسة الاول الدروس الخصوصية في سكرتاريا المدرس بشرح وفي متحانات وفي متابعات وفي مراجعات سكرتاري بصهار روارك ايوه انا معادش مخدرة ماديا ان انا واجد دروس خصية اقول لك الحاجة المدرسين قلبهم مش حجر انا بتكلم بقى عن نفس في ناس ما بتدفعش فلوس وفي ناس تدفع نفس التكلفة انا مش حاس كده ببا لا لا انا مش حاس كده اقول لك الحاجة انا جيت في سنة قلت انا حدي درس بتلاتين جنيه مفيش حد جاه اقول لك ده المدرس بدي فلوس بسيطة رغم ان الناس معادش فلوس فيه ثقافة شعر اه دي ثقافة ان الحاجة ما تشقى من غالية الغالي تمنو فيه الغالي تمنو فيه ولكن لازم تعرف ان مدرس براعي كتير من فائد مع نزل انا شخصي هنا بناجزي دReal عملناها في سنة بن سنين من عشر سنين اصطصال عام حلوة بتقولك ايه ليها وإيه اللي عليها ان هقوله اه اه مجمعات التخوية عملناها من عشر سنين في المدرسة واخبالك قلنا تاخذوا امتى يا ولاد الصبح ولا أخر النهار قال لك الصبح يا بساحة طب الستة الصبح هكون موجود ما حديش جا قالوا طب خليه اخر النهار اول ما اتدرس يطرب العيال بتذكرها المدرسة و هذا اللي انا بتكلم فيه برده للاسف ما كده رجعنا لنقطة الاساسية ان انا عايز احبب الطالب في المدرسة ان ولي الامر ابدأ بالولي الامر بقى ولي الامر بيستعدوا طبعا يعني ولي الامر بيستعدوا طبعا انا عايز الطالب بيرجع تاني من المدرسة عايز حاملة إعلامية توجه لولي الأمر يا سيد جاسر السيد جاسر قال لي كلمة معلومة جميلة حضاكة طوال يا سيد جاسر قبل الهرب احنا قلنا بلوكت يا قلم المدرسة اليابانية ولي الأمر المدرسة اليابانية لازم إقرار من ولي الأمر أنه يشارك في العمل في المدرسة على ساعات معين ولو ما شاركش بيخرجوا ابنه من مدرسة نظام يباني وجميل طبعا أنا عايز أقولها لك على حاجة ليه أنا مثلا أكبر الطالب على حضور حضور كامل لليوم إنت لو ما يجيتش مثلا هيتخصم منك درجات معينة عشان إنت بيجيش يباني كده أنا لازم أتخضر هونش قراني فيه درجات أعمال سنة أصلا للحضور الثالثة السنوية العام مالهاش السنوية العامة الثالثة مالهاش عد حراك معلومة أنا ليه بقى محطش محطش درجات محطش درجات للحضور يعني أولى ما بقاش لها أعمال عدد حراك معلومة خاصة بالفرق بالمدرسة ومجمعات تاوي أنا نفسي لما كنت في سنوية عامة مكنش بحضة في ثانية وثالثة معنا اتصال ألو السلام عليكم وعليكم السلام عليك يا تفاند أنا صبر الصحة عبد المولى وقال ليه بأمري طولي برئيح ثلثة ساوي تقام يا تفاند هذك منين يا تفاند من النزحة الجديدة من النزحة الجديدة النزحة الجديدة أهلا بك يا تفاند تقدّلي بس حضرتك دلوقتي السناتر إحنا من السيس الحدازنا في السناتر السناتر عندنا مكيفة وزي الفن السناتر نفسهم خايفين يا أستاذ خايفين دلوقتي المفروض المنزحة تبقى ملخة مصدر سرعة ثانية ديل تبقى مليون خمصدر سرعة الدراسة تأجلت حدثة بعطفر عكرة خايفة المفروض خمصدر ثمانية ستكون بدأت دلوقتي السناتر خايفة السناتر مين يتحدّزين؟ حضرتك وزير التربيهة والتعليل مهدد والسناتر ليه؟ بياخد منهم درائب بياخد منهم كل حاجة طب ليه؟ أنا دلوقتي إبني حضرتك بتشتغلي يا فندم حضرتك بتشتغلي إيه؟ انت بتشتغلي إيه؟ أه بتشتغلي يا فندم أنا باستغل فتحة محلة آلة بدري على عيالي دونس من وانا من وحلم من وانا عندي إثنين فندم بعيدة عن التدريس يعني لا أنا ما باستغلش مدريسة يا أستاذ يا ربنا عينك يا فندم ربنا عينك يا فندم بس أنا بيه ده أول على قدرت المرد أنا بي اسم محمد أصرف علي ماشاء الله في تلس عبادة والحدي بالوقت بيسمع الاول على كل المدارك ماشاء الله اسمه إيه؟ اسمه إبلك؟ اسمه إيه إبلك؟ محمد أصرف علي بتوفيق ليك يا محمد يا رب بالتوفيق ليك ربنا يحفظك يا أستاذ ربنا يحفظك بالوقت انا عايزة يعرف السناتر هتبق امتا السناتر بالوقت يا عيدداء وانا هنبدأ واحد تسعة وخايفين يقومي في حد زين زندها ايه السناتر يقفلها في وزير التربية والتعليم انا بنتي السنة اللي قابل اللي فادت كانت في سنوية عامة في السناتر جميلة ومخيفة ومتصل بالسناتر يقولي يا أستاذ احنا خايفين احنا لسا لس عارفين احنا خايفين من الوزير كل يوم بتطريق شكل كل يوم بتطريق شكل فاهمنا وجهة نظر حضرتك يا فندم مستمعين بقى وخليك معنا احنا معقمين وبدل ما كنا بناخد ثلاثمية وخمسة وعشرين عائل في البتاحة للقعة انا اخد تسعة وثمانين بس زند السناتر ايه بيتمها اوما بتطريق العيش انا فيمك من بقى اوما بتطريق العيش انا على ايه بني نفسه ما بدأشه حد دلوقت يا مذاكرة حتى الوزير كل يوم بتطريق جيه بيقولي بيقولو يا بني بكتلو خطب القديمة حتى كتب دليلة مالزل بكتلو خطب القديمة رسولة انا على نظر بطر يا بني طب افتح الجنزة بطر الجنزة احطيها احطيها يقولي لها خطي كل خطب دليل خطيها دليل حتى خدها يغير البتاع ده المناهي ايه يا خد واجهة نظرك وصلت واجهة نظر وصلت اقول حاجة اول حاجة اه المداني بتتكلم عن نبض الشعب انا معك اللي بيحصل ده هو العدد عاوز تلغي الدروس قول حلغيها انت ملغيتش حاجة بح تقولي اعداد انا حاضر معزة اول انبارع فيها الفين واحد بس انا مش انقرر لغلب وغلب لا ما بقولش انقرر عاوز ايه اقنن الدروس اقنن بل فيه تقنين فيه تقنين العدد ممكن نتابعه واللي يخالف العدد نقفله طب حال المدرس ممكن ان هو يتبرع بجزء اللي الزمني اه احنا قلنا نفتح ترخيص ادينا ترخيص وندفع فلوس بعد ما اتبرع بجزء اه الطالب هيستفاد هنا ايه برضو هو هتعود على الطالب ده جزء بالشعب تمام هتعود علينا كلنا في الاخر تمام لكن دلوقتي احنا بندحك على بعض الدروس الوصول موجودة موجودة انت قفلت السناتر ادروس برايج انت معملش حاجة والامر والطالب هو الايه مش مستفيد عاوزين حاجة يا في درس يا مفيش درس يتقنن يتجرم 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 طلع القانون لكن مش هتقدر تلغيها برضو هتقبض على الناس في بيوت صعب صعب او انا لما اجي لك مثلا انا مدرس جاي لبني وبيديو درس بيتي ما يدرش حاجة الشيء ما يدرش ما يدرش لا وقد اني اتقفلت علشان تكون واتتبعوا كل حاجة فتحت كل حاجة فتحته قوانينه السكاعة الافرخ لسه مقفولة اللي هي المغلقة يعني هما بمقتربش الافرخ انا كوليه انا بتضر انا بتضر اجيبي مدرس عندي قفل السناتر عمل ايه؟ ما عدناش بندفع ضرائب عشان مش شغالية موضة داخل للدولة اكيد 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 اسر بالسناتر الكهرباء والمية تجارية بندفع فلوسة هو بس افزا احمد انا هي وجهة نظر عموما يعني انا شايف ان الدولة بتحاول تخافف عن الناس بشكل محدد شوية بمعنى ايه؟ انا شايف ان الدروس الخصية دي عبء كبير على ابيع امور واستنزاف لموارد اي اسرة ده رقم واحد رقم اثنين لما الاقي اتجاه الدولة كله للمجموعات التقوية باسعار مخفضة انا شخصيا بقول للطالب يعني جرب روح وانا عايز منه حاجة واحدة بس وانت قاعد ولا انا عايز افهم ولا انا عايز يعني اوفر الاهل بيت انا عايز اقول الحركة لحاجة معانا اتصالي فنون؟ ليه مانسيبش الاختيار للطالب الو الطالب بس الو الو مدام جيان؟ ايوه مدام جيان مع حضرتك منين يا فنون؟ قرام الشرقية قرام الشرقية قرام بيك يا فنون اتشتغل ايه؟ انا رب اتمنى قرام بيك يا فنون اتمنى عشر من رمضان حضرتك اتفضر يا فنون بس فعجال عشان وقت البيانامي خلاص انا كوالية امر ما عليش يا فنون انا كوالية امر مزموعة انه بالنسبة من موضوع المجانية المدرسية دي مش هتفيد باي حاجة لان اولا العاقب المزدي ما بيعطش على المدرس كامل فبالتالي الدروس الخصية المدرس بيهتم جدا بيكون حريص جدا ان يوصل المعلومة للطالب باوسط الصرف فاحنا اتجاهنا كله للدروس عمر الطالب ما بيفهم من المجانية المدرسية استحالها هيدي الطالب حقه في المجموعة المدرسية استحالها زي الدرس ان الدرس هو عائد صمع على المدرس الله يفتح عليك لقى كلامك مزموط بصراح كلامك كوالي فانا ابا نسهد يعني يا ريد حضرت يعني لو كان موضوع الخوف على الطلبة موضوع كورونا يهتموا بالاتزامات اللي هون اللي كن في رقابة على المسقات على التبع في الاجتماعات الدرس ولي الامر يكون اكتر شرصا على ادنه الدرس شكرا ليك فانا شكرا ليك فانا بص انت عارف انا في المجموات التقوية حاش رح وامشي حاش رح وامشي مش هيبقى قلبك على الطالب بتيار انا امش مع رأيي استاذ ياس بصحرتك انا مع مجموات التقوية بكل موقت منقوة زي ما اقول له حرصة احنا ماشي مفيش مشكلة هقول له حرق ليه احنا مشكلتنا فعلا ان المدرس ما بياخدش حقه في مجموات التقوية دي حقيقى واللي اصدقيته صح النهاردة مثلا لو سي دخل مبلغ بتلاقي ثلاث تربة عن المبلغ راح القدارين وراح هنا وراح هنا وراح هنا وراح هنا واللي تعب نفسه بياخدش مال عشان جا ما بيعملش اللي عليه يبقى احنا عايزين نضبط الوضع نعمل ايه بقى المعدة لازم تعدليها المدرسة تثبت نفسها المدرسة تثبت نفسها الطالب يقارن بين المدرس اللي بياخد عنده والمدرسة لكن ليه ترغمون خلاص هنمنع الدروس الخصية لبقى تابع المدرسة طب ما هول تسمحي لي اوجه رسالة للوزير والسادة المحافظ مثلا اواجه رسالة دي بس اواجه رسالة دي بس وهقول مشكلة اتفضل انا هقولك المشكلة برجاء السادة الوزير والسادة المحافظة التطاق رحمي كل المسؤولين لما نعمل المجموعات التقوية نعمل مجموعات تقوية تناطح في الجودة وفي كل حاجة اماكن دروسة خصية وليه طلب مهم جدا ان المدرس ياخد حق قوي في المجموعات التقوية وكمان حاجة مهمة احمد احمد قالها جميلة جدا انا عندي في مجموعات في الدرسة عندي ليه الحق ان انا اعاقب الطالب ولما بعاقبه ابو بيجيبه تاني يرجعهولي النهاردة انت في مجموعات اوقف مدرسة بتخيني لما انا اعاقب الطالب انا اللي بروح في دهية يعني او انا عاقبت طالب وحسبته على خطأ فيي او في اي حاجة بلاقي نفسي حاولتي التحقيق وخدت جيزة يعني انا كريتن ما ناس ما بقيتش على ضرورة شكرا لكن الدرس نرجع المدرسة تمام التربية العسكرية ترجع للمدرسة زي زمان حطر علينا رجالة الشباب في السنة والعام يعاني الفراغ وما عادش دلوقتي في السنة والعام لا حضور اولى ولا تانية ولا تالت سنوي المدارس تصعب عليك شكرا حضورك انا اراهن على المدرس بتاع المدرسة انا عايز الطالب يسمع مدرس المدرسة وسيبه يروح الدرس اللي بره بس في غير معايد المدرسة ويبدأ يقارن من مدرس المدرسة انا في الحالة دي اراهن على مدرس المدرسة انه هيبزل اقصى ما في وسعه علشان يقارن دي في حالة انه هو يبقى واخد حقه ان شاء الله لازم يكون في حالة نورتونا النهاردة وكنت مبسوطا انتوا معنا النهاردة ويا رب تكون الحلقة كانت مفيدة بينا وللجمهوري مدام هتسرها وطلعت مسلمي بايا صريحة يا رب تكون عجبت حضرتك ابتدئات سالي مش عارفة شرفنا بيك طب وبكده سكن حلقتنا انتهت سعدنا بيك يا فمين ويا رب تكونوا اتبسطتوا من الحلقة واتفتتوا منها وقدرنا نوصل حاجة مفيدة لكم أولياء الأمور وللطلبة وبالتوفيق لكل الطلاب بإذن الله وأشوفكم في حلقة جاية إن شاء الله يا رب تكون حلقتنا عجبتكم وتكونوا استفدتم من كلامنا من منقشتنا من دهباشتنا معاكم احنا بنتمنى مصلحة الطالب في النهاية ومصلحة وليل أمر وفي نفس الوقت المدرس لأنه وقيمة وقامة لازم ياخد حقه ولازم الدولة تهتمي بيه شوية لأن انا مش هتقدر ان انت تهتمي بالطالب ومتش هتتمي بمدرس باشي طبيعي جدا ساعدنا بيكم جدا وليل لقاء في حلقات أخرى إن شاء الله بإذن الله السلام عليكم